يمر يوم من دون التطرق إلى قانون الانتخابات النيابية وبين الاقتراحات والاتهامات بالتعطيل يرشح عن بعض الأطراف اتهام لتيار المستقبل بأنه المستفيد الأكبر من البقاء على قانون الستين نحن نكاد نكون الفريق الوحيد السياسي في البلد الذي قرن القول بالفعل وتقدم باقتراحات قوانين غير القانون النافذ حاليا القانون الستين الذي بعض يريده ويفضئده منه نحن لا نريد هذا القانون نحن قدمنا أول اقتراح وثاني اقتراح وثالث اقتراح أربع اقتراح حتى قدمنا بها إذن لا عودة مستقبلية إلى الستين واقتراح جامع قد يخرج إلى الضوء قريبا هو إذا بدك فيه نحن قانون المختلط أو نظام المختلط ستين اتقدمنا فيه مع القوات والاشتراكي وفيه النظام المختلط اللي قال به الرئيس نبيه برري اللي هو 64-64 وفيه اتصالات عم تحصل للتوافق على قانون يوفق ما بين الطرحين العمل يجري على التوفيق بين القوانين فما هي أبرز النقاط الخلافية تحدد لك وكما بقالبك الهرميل قوات شريك المستقبل في المقترح الانتخابي يؤيد التمديد التقني في حين يصر الطيار الأزرق على شرعنته إذا رأى مجلس النواب أن يكون هناك فيه بأحد بنوده قانون تمديد موعد آخر للانتخابات غير الموعد المحدد حاليا حتى الساعة ما من قانون الانتخابي جديد والقاسم المشترك بين معظم الأطراف هو نية التمديد المبطنة فهل تكشف الأيام المقبلة أن الجميع يفضل قانونه المعلوم على البديل المجهول؟ حسان الرفاعي قناة الجديد